موسيقى ومية لمون او عصير لمون وعندي خل وعندي توم عاملاه في الكبة صغير خالص مع قرنفلفل احمر وقرنفلفل اخضر وحبت فلفل انا كنت عاملاهم في الفريزر مفرزاهم فلفل حراء اللي هو عاملاه هريسة خلاص انا هقلب بقى التوابل كلها على بعض زي ما انتوا شايفين كده اللمون حطيته على التوم والفلفل المهروس وحطيت معاهم تلات اربع معالق خل وحطيت الكمون والشطة والحبهان المطحون وحطيت الرزميري مطحون برضه وحبت زعتر صغيرين وهتبل بهم السمك زي ما انتوا شايفين كده طبعا السمك انا جايباة غسلاء ونقعف ميا وملح وخل وغسلاء زي الفل يعني السمك المكريل اللي بيبقى من الحاجات الجميلة اللي بتتعامل في الصينية كده وبيبقى طعمه طحفة لما تعملي بقى معاه رزة ابيض في ناس بتقطعوا في ناس بتعملوا سليم كده انا اوقات اعملوا كده واوقات اعملوا كده بس حبيت النهاردة ان انا اعمله زي ما هو كده وبيتشرب برضه وبيبقى حلو حطيت بقى البصل وحطيت الطماطم وحطيت جزر مبشور وحطيت فلفل مبشور وحطيت عدين الشبت زي ما انتوا شايفين كده حابة تحطي بقى دونس حطي حطيت بقى كمان الطم والفلفل والتوابل بتاعتي الكمون والكوزبرة والروزميري والزعتر وشوية حبهان والملح هتبل كل الكلام ده في بعض وزي ما انتوا شايفين كده حبيبي وبعدين هحط حبة خل كمان وحبة لمون عصير اللمون وعصير الخل والخل الصينية دي بتحب الخل وبتحب اللمون جدا تمام بس خلاص انا كده طبلت كل الكلام ده وهزوي الطماطم لو حبة تزويدي اكتر من كده وتبقى بقى فيها صوص جامد وكده زويدي ما فيش مشكلة بس انا عايزها تبقى ناشفة سنة يعني مش بنحبها فيها صوص قوي يعني تمام هجيب بقى السمكية بتاعتي وهملة بطنها كده بالتوابل دي انا كنت انسيت احط الزيت فحطيت الزيت وقلبت اللي جوه في السمكية واللي برا كمان زي ما انتوا شايفين كده هاتي بقى السمكية التانية كمان واملي قلبها انا كده كده متبليها بس حبة ان انا حط فيها خضور من المحتوط الفلفل والبصل والجزر والكلام ده بس خلاص كده زينيها بقى حط عليها شرايح فلفل شرايح تماطم هنا انا بقطعها من فوق كده بسكينة وخلق يا ريت تكون السكينة مشرشرة علشان تقطع معاك ما تهريش اه حط بقى مكان كده ما انا عملت الفتحات دي احط كده دخل التوابل اجيب بقى شرايح تماطم وحطها كده على الوش وبعدين هزود بقى آآ خل وهزود لمون زي ما قلتلكم الصينية دي بتحب الخل واللمون بيبقى طعمها حلو قوي هزود حبة خل وحبة لمون وسنة مية الزيارة جدا يعني عشان انا عايزها تبقى نشفة مش عايزها يبقى فيها صوص جامد لاني عندي مش هيكلوا مش هيكلوا الحاجات دي بس هي بتبقى طعمها طحفة يعني حطيت بقى على الخل واللمون وحبة المية حبة دقة من بتاعة السمك اللي انا حيأتي بها السمك وبس خلاص هدخلها بقى الفرن واسبها فوق على النار شوية الاول بتاع عشر دقيق كده ولا حاجة وبعدين هدخلها الفرن وتطلع زي ما انتو شايفين كده وبالفة انا وشوفها لو عملتوها وعجبتكم ما تنسوش لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة ويريد تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وكمان اعملي لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن يارب تعملوها وتعجبكم واشوفوا الشوكو بخير في مطبخ مونة الشازلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة